أكيد كان في سنة النهاردة نيجي نقول صباح النصر ولكن على كل حال يعني احنا بنتكلم برضو في 38 مطش يعني انتصار دون هزيمة واحدة فقدر لو ما شاء فعل أكيد كنا نتمنى أن احنا نختم هذا الموسم للدور يا كريم وأن احنا ما عندناش غصارة يعني وحيدة ولكن ما فيش مشكلة احنا عندنا برضو ملابسات كتيرة جدا وحصل أحداث كثيرة جدا حابين احنا أكيد نتطرق لها النهاردة يعني مش عايزة أخش أوف تفاصيل يا كريم حنترك ده للفقرة الحوارية لكن انت كان عندك برضو مشاهد مختلفة الصراحة وعلك إجهاد بشكل كبير جدا كولر حتى تحدث عنه قالك أنا مش هقدر وحنيجي لتصريحات كولر قالك أنا مش هقدر أكتر من كده أضغط على اللعيبة اعتمد على بعض اللعيبة اللي هي موجودة معانا في الفريق ويريح بعض اللعيبة الأساسية يعني حاول أنه هو يعمل حاجة لكن برضو كان فيه بعض التجاوزات كان فيه بعض خلييني أقول اللعبة برضو من بيرميس بصراحة كان فيه تاكتك حلو جدا في بداية المباراة مش هنقدر أبلا أن نقلل من المنافس لكن قدر ألو ما شاء أفعل حنتكلم في كل التفاصيل النهاردة إن شاء الله على مدار الحالة خلينا نقف شوية كده عشان حتى نتوجه بكلامنا ده للبعض من الأهلوية اللي كانوا مدائين أو نايمين متعاكنين والبعض من الجماهير الغير أهلوية اللي بتميل إن هي تزيت في الزيتة تعالوا نفكر في الموضوع كده بالمنطقة لو هنتكلم على الدولي النسخة ده النسخة دي من الدولي الأهل يلاعب فيها 33 ماتش فاس بـ 25 ماتش وتعادل في 7 ماتشات وخسر مرة واحدة فيه يعني مباراة وحيدة يتيمة فقط لغير كنسبة هي شرحة نفسها يعني طبعا كتير من الأهلوية حتى للتاريخ إن يبقى فيه مثلا موسم كامل عدد بلا هزيمة ولكن لما يكون فيه موسم يتلعب فيه أكثر من 33 مباراة وتهزمت مرة واحدة ما هياش نهاية المطاف ولا ولا أنا في حاجات ما أعرفش أستوعبها وبعدين في الآخر إنهوانت هي كرة قدم فوارد جدا يبقى فيها مكسب ووارد جدا يبقى فيها خسارة بزرط ها أنت بتكلمي طبعا صح إمبارح كان بيرامدس بيرعب بشكل كويس الأمر لم يخلو طبعا من وجود بعض التحفظات والملابسات تعالوا نحلل كده من على الوش ماتش إمبارح الماتش ده طبعا اللي انتهى يعني بتلاتة صفرة لصالح بيرامدس المباراة في الأول وفي الآخر هي تحصيل حاصل ليه؟ لأن الموضوع محسوم من قبل منها فترة طويلة والدرع مستقر في مكانه الطبيعي وبيته ومطرحه فدي نقطة النقطة التانية زي منها وانت كان بتقول لحضراتكم من حاجات اللي كانت يعني ناس كتير خدوا بالهم منها مبارح فكرة إن كولر كان فعلا متعمد إن يشرك أكبر عدد ممكن من اللعيبة الشباب ودي في حد ذاتها حاجة مش وحشة شفنا إن كان فيه احتكاكات بخشونة متعمدة ومتكررة ما شفتش إن الحكم كان حريص أوي على التدخل لمنعها يعني الناس كتير برضو كان لها تحفظات على أداء التحكيمي في مبارات الأمس وشافت إن الموضوع كان ممكن يبقى أصبط من كده بكتير ولكن في الأول وفي الآخر حنرجع ونقول دي هزيمة وحيدة في موسم كامل دي حاجة ما تزعلش مبروك لفيرامد هارد لك للنادي الأهدي وفي الحالتين الدرع الدوري في بيته ولا إيه؟ لا بولا إيه طبعا مش ولا إيه كلام محترم جدا أنت حسم الدوري قبل الزمن بزمن زي ما بيتقال زي ما أنت جمعت عدد المبارات اللي فوزنا فيها بالتعادة يعني 38 مبارات أنت مش محقق فيهم أي هزيمة فعادي كل ده وارد أن هو يحصل كولر زي ما كنت بقول لحضراتكم من بارح اتكلم في أكتر من نقطة ذكر قد إيه كانت هذه اللعيبة مضغوطة ذكر أن ده أصلا عمره ما بيحصل في أي حتة في الدنيا لكن إحنا تاني هنرجع نقول هو ما كانش بيعلق يعني الهزيمة على شماعة معينة هو كان بيشرح الموقف بالمناسبة هو بيقول نفس الكلام ده كريم حتى وإحنا فيزين في المباريات يعني الكلام لا يختلف أو تصريحات لا تختلف بعد هزيمة أو بعد فوز هو دايما ما يتحدث كولر عن فكرة الضغوطات والإجهاد اللي بيتعرض له لعيبة الأهلي بطبيعة الحالة اللي بقى لنا كذا موسم بنتكلم عليه مبارح من الأتفاد أنا آسف جدا في النقطة اللي أنت بتقوليها ده قلعب يعني بعبارة واضحة جدا قالك ده الجسم بيصرخ وبيقول لك الديني أجازة يعني والله ده المكان بيصرخ ما بالك أنت بني آدم طبعا إحنا كجماهير بنبقى منتظرين أنه هما كل مباراة بمتقلقين أفضل من اللي قبلها لكن في الأول في الآخر إنت لو بصت لهم بعين إنسانية شوية تليل أكيد دول بشر ما فيش أي مشكلة وكده كده حتى لو خسروا بالمناسبة هما مشرفيننا في كل المشوار حتى هذه اللحظة يعني كنا نتمنى الفقوز لكن قد كان كان فيه بعض الملابسات كان فيه بعض يعني العلامات الاستفهام الموجودة اللي خاصة به التحكيم وغير وغيره هتتكلم في كل ده